مرحبا بكم وصدقاء المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية حلقة بغاية الأهمية نبدأ بيها بعد فاصل قصير أتمنى تبقونوا إيانا هوايا أمور تخص الشارع الرياضي العراقي وهوايا علامات استفهام وكثير من الأسئلة ترافق عمل كرة القدم العراقية بمختلف مفاصلها والمفصل الأهم بالتأكيد اتحاد كرة القدم اللي يحضر اليوم ممثل بضيف عزيز وقدير علينا دائما باللاعب 12 والشرقية سيد غالب الزاملي رح يكونوا يانا اللي نتحدث بمحاور وأمور كثيرة تخص واقع كرة القدم العراقية بعملها الإداري وعملها الفني تقرير إلى خصلنا صورة محاور اليوم وبعدها نبدأ بالحديث الأهم مع سيد غالب الزاملي نتابعها سيد السراج كيف هو وضع الاتحاد اليوم مع سلسلة التصدعات التي بدأت تهز أركانه مع استقالة نائب الرئيس شرار حيدر واستقالة جديدة للعضو الفاعل والمهم كامل صغير فكيف ينظر ضيفنا لهذه الاستقالات والتي تؤكد وجود الخلافات داخل الاتحاد وإلى الوضع الحالي مع عدم وجود تمثيل الاتحاد داخل اللجنة الأولمبية بعد انسحاب السيد علي جبار فهل سيحسب الانسحاب على الاتحاد باعتباره استطفى ضد الأولمبية؟ فنيا متى سيسمي الاتحاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية بعد تأكيده على ضرورة تواجده؟ ومتى سيتم الإعلان عن طواقم الملاكات التدريبية للمنتخبات؟ أليس من المفترض أن يتم الإعلان بعد تسمية المدير الفني؟ وماذا عن الطاقم المساعد لكاتنيتش؟ هل فعلا ستطرأ تغييرات على الأسماء؟ شخصيا يعتبر الزاملي أحد أهم رجالات الاتحاد اليوم فما هي أفكاره وطموحاته؟ وهل يمكن أن يتخلى عن مناصبه الأخرى إذا لم نسمح للعظم الجمع بين عدة مناصب؟ تساؤلات كثيرة ومن غالب الزاملي نتمنى أن نسمع الإجابات وبكل صراحة من بغداد لللاعب الثنعش زيد الزراج خلونا عنه أنتوا أصدقاء الرحب بضيفنا العزيز السيد غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة العراقي سيد غالب مرحبا بيك باللاعب الثنعش وبالشرقية شكرا جزيلا لحضرتك على تواجدك ويانا تشريفك أننا اليوم باللاعب الثنعش وبالشرقية وندخل مباشرة إلى الحديث الأهم يعني عندنا محاور هوايا نريد أن نحكي بها ونستغل كل دقيقة وبالتالي مباشرة أربع سنوات جديدة بعمر اللجنة الأولمبية وأكو علامات استفهم هوايا على غياب اتحاد كرة القدم عن التمثيل بالمكتب التنفيذي لللجنة الأولمبية حقيقة الموضوع يعني يمكن ما أحد تداوله ما أحد حجبيه لكنه موضوع بغاية الأهمية اتحاد كرة القدم غائب عن المكتب التنفيذي هل هو بفعل فاعل نتيجة أوامر حكومية ضغط حكومي سيد غالب نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم ومساء الخير علينا وعليكم وعلى كل مشاهدي ومتابعي قناة الشرقية نعم سيد غالب إذا سمعت السؤال المكتب التنفيذي يخلو من تمثيل اتحاد كرة القدم رغم ثقل وأهمية اتحاد كرة القدم لكن اتحاد كرة القدم ما موجود بالمكتب التنفيذي سيد غالب نعم حقيقة كان يعني ممثل في المكتب التنفيذي لاتحاد يعني اتحاد كرة القدم هو الاستاذ علي جبار وبالتأكيد يعني كل الثقة عطيت لي الأخ علي جبار على أن يكون هناك الحقيقة هو مرشح اتحاد القدم للجنة الاولمبية لمنصب النائب الثاني ولكن بعد ما طلعني بشكل كامل على الوضع العام يعني بالأولمبية هذه الانتخابات بالتأكيد فضل الأخ علي جبار مصلحة الاتحاد على المصلحة الشخصية وهذا كان بالاتفاق طبعا بين الأخوة عضاء الاتحاد وسيد رئيس الاتحاد وكانت هناك مداولات كبيرة شنين مصلحة الاتحاد سيد غالب شنين مصلحة الاتحاد وين مصلحة الاتحاد وين مصلحة الاتحاد بعدم وجودها بالمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية نعم نعم بعد المشاكل اللي رافقت اللجنة الاولمبية وعدم رضا الحكومة على انتخابات اللجنة الاولمبية أو على أقل تقديرا يكون هناك تأجيل لفترة معينة حتى من خلالها بعد ذلك يتم ترتيب الوضع بشكل كامل وتجري الانتخابات بصورتها الطبيعية لكن الحقيقة اليوم الاتحاد يحتاج استحقاق المنتخب الوطني المنتخبات الأخرى الموجودة بالنتيجة نحن اليوم نحتاج إلى الدعم الحكومي وكل هذا يحتاج إلى تمويل مركزي ولذلك كان قرار الأخ علي جبار بترك الحقيقة منصب النائب الثاني في اللجنة الاولمبية والتوجه إلى اتحاد القدم حتى من خلاله نستطيع أن نخدم كرة القدم ومن خلاله أيضا راح يكون هناك تشجيع يعني راح يكون هناك الحقيقة احنا محتاجين إلى كثير من الأمور التي تقريبا تمتلكها الحكومة المركزية وأنا أصور اليوم أي اتحاد وأي دائرة وأي مؤسسة لا بد أن تحظى بدعم الحكومة المركزية والمعروف أنه اليوم احنا الحقيقة تمويلنا سواء كان المدرب أو غير الحقيقة ما تحتاج المنتخبات هذا كله هو تمويل حكومي فبالنتيجة احنا بحاجة إلى دعم الحكومة وعدما لم تكن هناك الحكومة راضية على دخول أو على إجراء الانتخابات فبالتأكيد فبالتأكيد احنا لن نكون هناك معارضين ولا نكون هناك يعني بعيدين عن ما تحتاج الحكومة لذلك هذا التفضيل اليوم حتى من اليوم واضح أنه الأخ علي جبار فمن ترك يعني منصب النائب الثاني نعم في اللجنة الأولمبية كان واضح يعني باتفاق أيضا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة بمعنى أنه أنتو كاتحاد كرة قدم سيد غالم قررت أنه تقفون إلى جانب الحكومة لأن الحكومة هي اللي راح توفر لكم الأموال وبالتالي أنتو فكرتم بمصلحة شخصية يعني الأمر صار أشبه بالصفقة مع القطاع الحكومي أنا أكونوا إياكم أرفض انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ما أشارك بيها وما سويني تمثيل بيها وأنا أتلقى منعدكم الدعم الكامل لا هي مو بهذه الصورة يعني مو مثل ما تصورها يعني بهذه الصورة إحنا فضلنا مصلحة منتخبنا الوطني ومصلحة الاتحاد وهذه ليست مصلحة شخصية المصلحة الشخصية عندما تفضل المكان أو تفضل المنصب اللي أنت متوجه له فلذلك كانت عملية أنه اليوم إحنا نفضل مصلحة الاتحاد على المصلحة الشخصية هذا جانب الجانب الثاني كل الاتحادات الموجودة بما فيها اتحاد القدم فهي تمويلها عن طريق الحكومة اللي هي تمويل الأولمبية وبعد ذلك يتم الحقيقة يدامت ويتم أيضا رعاية كل هذه الألعاب الموجودة سواء كانت القدم السباحة السلة طائرة كل الاتحادات الموجودة واللي مشاركة بالأولمبية هي لديها تخصيصات مالية عن طريق الحكومة المركزية ولذلك عندما تكون هناك مشاكل فاحنا ما نريد نكون طرف في هذا المشكلة بالعكس احنا كنا قريبين جدا من الأولمبية وكنا أيضا ساهمنا بزيارتنا وتواجدنا في انتخابات اللجنة الأولمبية ولكن لم نكن ضمن الانتخابات وهذا هو اللي صار أما عن صفقة فلم يكن هناك اتفاق لا مع الحكومة ولا مع وزارة الشباب على أن يتم هناك إجراء صفقة حتى يتم الحقيقة سحبنا وسحب الترشيح لكن بالمداولة في داخل المكتب التنفيذي قررنا وقرر الأخ علي جبار ترك الحقيقة منصب الأولمبية والتوجه لخدمة اتحاد القدم زين سيد غالب اليوم أنه المنتخب الأولمبي اللي مقبل عنده مشاركة مهمة رح يلعبون تصفيات أولمبية في إيران والمنتخب الأولمبي هو جزء من المشروع مشترك بين الأولمبية وبين اتحاد كرة القدم يعني تشوف أنه المنتخب الأولمبي رح يصير ضحية الأولمبي رح تقول لك أنا ما عندي فلوس أصرف على المنتخب الأولمبي وأنتوا ما قفتوا إيانا ما دخلتوا بالمكتب التنفيذي وأخذتوا صاف في الحكومة بالتالي المنتخب الأولمبي هو رح يكون ضحية لهذا الانصراع على الانتخابات وشرعيتها وقانونيتها لا 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 أبدا بالعكس المنتخب الأولمبي أو التخصيصات المالية للمنتخب الأولمبي والمشاركة أيضا بين المنتخب الأولمبي والأولمبي بالنتيجة هذه تخصيصات مالية مخصصة للألعاب الأولمبية إذا كان التخصيص المالي متوفر من الحكومة المركزية إلى الأولمبي رح يكون هناك تخصيص متوفر أيضا للمنتخب الأولمبي عن طريق اللجنة الأولمبية هذا ما إلى علاقة يعني بين الانتخابات وبين قطع المال عن المنتخب الأولمبي وإذا كانت الأموال باتجاه ثاني سواء كانت عن طريق وزارة الشباب ويضع عن طريق الحكومة أو عن طريق لجنة مشكلة عن طريق الحكومة فهذه التخصيصات تسير بشكل طبيعي حال حال بقية الاتحادات أنا أصور هو ليست حجم الأموال عن الألعاب الموجودة بما فيها المنتخب الأولمبي ليست بهذه الطريقة وإنما هي عملية تنظيمية يحتاج وقت للأولمبية لإجراء الانتخابات وقد تكون هناك موافقة يعني نحن بالمستقبل احتمال تكون هناك موافقة لأنه الحكومة راح تلاحظ وتتابع وضع الأولمبية الدولية فبالنتيجة راح يكون هناك تنسيق مشترك بين الطرفين وقد تكون موافقة من قبل الحكومة وتسير الأمور بشكل طبيعي هذا جانب الجانب الثاني ما تحتاج أيضا لاتحادات أو ما يحتاج المنتخب الأولمبي فهذه مسألة طبيعية أن يتم توفير التخصيص المالي سواء كان عن طريق الحكومة المركزية أو عن طريق أي جهة أخرى يتم تمويلها عن طريق الحكومة المركزية لا يوجد حجب مال عن هذه الألاغ السيد راعد حمودي السيد راعد حمودي واللجنة الأولمبية اتفهموا هذا الطرح منكم كمجلس إدارة الاتحاد قلتوا لهم يا با احنا نسحبنا من الانتخابات من المكتب التنفيذي لمصلحة شخصية نريد ضمان الأموال لنا اتفهموا هذا الأمور لهذا من الممكن مستقبلا يخلق لنا اختلافات ممكن تأثر على أداء فرقنا فنيا وأنت تفهم عني شخصا نعم استاذ فيانا الرياضة حب وطاعة واحترام تمام وبالنتيجة كل هذه العملية هي موجودة هناك تفاهمات كبيرة وموجودة والاستاذ راعد حمودي كان ممثل الحقيقة من لجنة الخبراء عن طريق اتحاد القدم نعم اتحاد القدم هو من أنطى التمثيل للكارتر راعد حمودي هذا جانب الجانب الثاني عملية التفاهم الموجودة والعمل المشترك الموجود لا تكون بهذه الطريقة يعني بطريقة الشخصنة نعم وبالخصوص كرة القدم لا بد أن تكون هناك رعاية خاصة سواء كانت من الحكومة أو من الأولمبية أو من الاتحاد هذه الرعاية تكتمل عندما تكون كل هذه الأطراف متفقة فأني أصور خلال هذه المرحلة ما تخدم هذه المشاكل أو هذه السجالات الموجودة لذلك اتحاد الكرة سواء كان في تواجدة مع الانتخابات الأولمبية نعم أنا كنت متواجد نعم مع الأخوة وهنيناهم أيضا على فوزهم في انتخابات الأولمبية وبنفس الوقت أيضا عملية الانسحاب هي لم تؤثر ولم تشكل يعني أي معوق بالنسبة للأولمبية وكل الاتحادات الموجودة في عملية الانسحاب التي حصلت لأتحاد القدم لم يكن لها تأثير كبير بالنسبة للأولمبية لكن التأثير الأكبر هو على اتحاد القدم بالنتيجة اليوم لابد أن يكون هناك تمثيل يعني في الأولمبية أو حتى يكون الرعاية أكثر حتى يكون العمل وعملية التطوير أكبر هذا جانب الجانب الثاني كل الانتحادات واللعبة الموجودة للألعاب الموجودة وبما فيها لعبة القدم كرة القدم هي تحتاج رعاية وتحتاج أموال واليوم لا يوجد يعني أي الحقيقة مانعي أن يمنع هذه الأموعة الأولمبية للأولمبية عن اتحاد القدم بالنتيجة نعمل اليوم ضمن برنامج موحد سواء كان من الأولمبية أو اتحاد القدم وحتى الحكومة المركزية والدليل واضح أنه اليوم كان أيضا رئيس لجنة الشباب ورياضة النائب عباس عليا وحاضر في انتخابات الأولمبية وكانت هي أيضا اللجنة الحقيقة الحكومة هي من طلبت عملية التأجيل فهناك تمثيل يعني وجود حكومي ولكن لا يوجد دعم حكومي هذا اللي احنا نتكلم عنه عملية التواجد كانت موجودة أما عملية الدعم هي اللي كانت مفقودة نأمل بالأيام القادمة إن شاء الله أن يكون هناك تنسيق مشترك بين كل الأطراف حتى لا يكون هناك تأثير على وضع الرياضة بالعراق هذا جانب مهم هذا مهم في جانب عملية التطوير هذا التوضيح مهم جدا سيد غالب اليوم أنت بكل صراحة تعلنها أن اتحاد كرة القدم فضلا أنه يذهب إلى الجانب الحكومي إلى القطاع الحكومي لأن ميزانية الاتحاد ومصرفات الاتحاد تصرف من الحكومة وبالتالي ضمان تدفق الأمور للاتحاد الضرورية لتمشية أمور كرة القدم العراقية هو الهدف الأول والأساسي وبالتالي تفضيل مصلحة الاتحاد بالوقوف بصف القطاع الحكومي على اللزل الأولمبيا أكون موضوع آخر مهم يعني محور آخر ندخل بالحديث بي سيد غالب يعني من يومين أستاذ بيان أستاذ بيان إذا تسمح لي تفضل عملية التوضيح التي تقريبا من جنابك الكريم نعم نحن اليوم إذا كان حجب أموال هو ليس فقط عن اتحاد القدم وإنما عملية حجب الأموال من الحكومة عن الأولمبيا فهي عملية حجب أموال عن كل الاتحادات والألعاب الموجودة وأنا الصور هذه راح تشكل النفد حالة خطيرة جدا بالبلد ما أصور الحكومة اليوم الحقيقة تجرأ على أن تحجب الأموال عن الألعاب وعن الرياضة العراقية بالنتيجة إحنا اليوم في عملية تطوير وعملية تطوير يحتاج لها أموال ويحتاج لها رعاية والحكومة هي من ترعى هذا الجانب المهم هذا اللي تقريبا لابد أن يكون واضح ولابد أن يفهم الجميع ولذلك احنا اليوم في هذه المنظومة هناك تفاهمات كبيرة وهناك الحقيقة تشاور موجود وأيضا حملية التواصل واجتماعات مكثفة حتى نستطيع من خلالها وضع الأسس الحقيقية لعملية التطوير وهذا ما نطمح إلى بالمستقبل طيب سيد غالب حديث مهم باليومين الماضية عن قرارات من الفيفا نظام داخلي بمنع الازدواجية المنصب لأعضاء الاتحادات المحلية خوفا من تضارب المصالح والاتحاد القطري عمل على هذا الموضوع الاتحاد الإماراتي أيضا عمل على هذا الموضوع كل الاتحادات الآن تعمل على فصل أن عضو الاتحاد لا يكون رئيس نادي أو عضو الاتحاد يكون فقط عضو الاتحاد كرة قدم أو عضوها إدارية لنادي بالتالي إحنا كاتحاد عراقي استلمتوا أشعار من الفيفا بهذا الأمر أجاكم تبليغ رسمي إيميل رسمي بهذا القرار أو النظام الداخلي لا إحنا لحد الآن لم يصل أي شعار من الفيفا الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أما بس أوضح لك في هذا المجال نعم يعني اليوم أنت أي شخص يكون سواء كان في الأولمبية أو في الاتحاد فهي عملياً أكون ارتباط يعني وثيق موجود لأنه لابد أن يكون هناك نادي يمثله فبالنتيجة عملية الانتخابات التي تحصل لابد أن تكون بها عملية تسكية أو التثنية الموجودة وهذا ما طلحته عليه بشكل كامل في كل الانتخابات أما شخص يعني من خارج المنظومة ومن خارج اللعبة حتى يكون هناك مرشح لهذه المنصب أو ذاك أو يكون في الأولمبية أو يكون في الاتحاد أو يكون في النادي لابد أن تكون أرضية كاملة حتى يستطيع من خلالها هو القانون سيد غالب ما دايقول نجيب ناس من خارج الوسط الرياضي القانون اليوم دايقول إذا سيد غالب الزاملي عضوها إدارية بنادي الشرطة وعضو اتحاد كرة القدم يجب أن يختار ما بين الاثنين يأما يروح يصير عضوها إدارية بنادي الشرطة يخدم نادية أو يذهب إلى عضوية اتحاد كرة القدم ويخدم كرة القدم في بلاده نعم لا لا مسألة طبيعية جدا يعني أنت اليوم فعلا إذا تريد مكان الخدمة والعمل اللي تعمل به عليك أن تكون فعلا تواجدك وعملك وأيضا عملية ترتيب ولكن هي العملية مترابطة بهذا الشكل أنه اليوم اتحاد القدم هو نتاج للأندي الموجودة واليوم اللي ما ينتمي إلى نادي أو ما موجود في نادي معين ما ممكن أن يصل إلى إذا وصلكم إشعار رسمي سيد غالب إذا وصلكم إشعار رسمي من الفيفا بضرورة أو إلزامية الفصل بهذا الأمر توجهكم أنتم كمجلس إدارة اتحاد كرة القدم تدخلون عمل أصابكم للعمل بالأنديا؟ لا 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 مستحيل يعني الأندية هي الأساس وخدمة الأندية قد تكون أفضل بكثير يعني هناك رعاية أنا أتكلم عن نادي الشرطة هناك رعاية لأكثر من يعني رعاية وتطوير وعمل لأكثر من 16 لعبة في نادي الشرطة يعني أفهم من كلامك بشكل شخصي سيد غالب عفوا قاطعتك أفهم كلامك بشكل شخصي أنت لو خيرت أو أجبرت على الاختيار من نادي الشرطة واتحاد كرة القدم رح ترجع بعملك بنادي الشرطة بالتأكيد بالتأكيد 100% يعني نادي الشرطة هو الأساس نادي الشرطة وخدمة نادي الشرطة وجمهور نادي الشرطة هو الأساس هذا عمل واضح ما ممكن اليوم أنت تتخلى عن جذورك الحقيقية وبالنتيجة هذا هو الأساس وهذا هو الجذر اليوم أنت أي مكان هذه الورود هذه اللي تغرسها في الأرض لا بد أن تكون لها جذور ما ممكن أن تكون طايفة على الأرض هذا الأساس هذا توجه عام عندكم كمجلس إدارة هذا توجه عام عندكم كمجلس إدارة لو رأيي أو قناعة فردية من حضرتك بس هذا قناعة غالب الزاملي لأنه لم يطرح هذا السؤال على باقي الأخوة في أعضاء المكتب التنفيذي إنها العملية حتى إذا كانت عملية التطوير فبالنتيجة تكون في داخل الأندية بالإمكان يتم هذا التطوير لكن العمل هو عمل الحقيقة عمل طوعي وبالنتيجة إنت اليوم تعمل في عملية تطوير وإذا كانت لديك القدرة الكافية في عملية التطوير والعمل وعملية التواصل الموجودة فلا يوجد ضير في ذلك بالنتيجة أنا أشوف العمل هو عمل مترابط ولا يمكن تجزئة هذا العمل لأنه أساس العمل هي الأندية وبعد ذلك هي مخرجات هذه الأندية هي باتجاه الاتحادات وخير دليل على ذلك أنه اليوم لا يستطيع أحد أن يدخل إلى المكتب التنفيذي لاتحاد القدم اللي لم يكن هناك لديه خلفية لهذه الأندية اللي تكلمنا عنها وكل الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي فهم ممثلين لأنديتهم الموجودة وهذا هو الأساس في عملنا نعم طيب سيد غالب بمعنى أنه اليوم مع الموعد اللي أعطاه الفيفا حسب ما وصلتنا من المعلومات على نهاية السنة أنه يجب أن يطبق هذا القانون حتى يعني منع لتضارب المصالح ومنعا لإزدواجية المناصب فبالتالي هذا الموضوع يجب أن يعلن للجميع حضرتك قلت ما وصلنا شيء بخصوص هذا الموضوع ولا أجعنا إختار رسمي من قبل الفيفا بضرورة تطبيقة لكن نحن كشارع رياضي لو إجى هذا القانون إجدت هذه الأنظمة فإحنا نطالب تحت كرة القدم أنه يوضحها للناس لأنه يباشر عقبا إذا غالب الزام اللي يختار نادي الشرطة وطلع رح تبقى الأمور ضبابية وما نفهم من عندها شيء وظل الأمور بالأدراج وتسير الأمور على مصالح شخصية لا 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 أذا تسمح لي يعني أنت اليوم في عملية الاختيار وعملية اللي تتكلم عنه وكل هذا العمل اللي تتكلم عنه أنت في كل الاتحادات الموجودة لابد أن تكون لديك خلفية عمل حتى تستطيع من خلالها تخدم هذه اللعبة التي أنت تقريبا اليوم تشترك في الاتحاد أو أنت أيضا أتيت من نادي معين وإحنا تكلمنا بشكل واضح وبالخصوص أنا أتكلم نعم في هذا المجال بكل وضوح الخدمة الحقيقة والعمل في النادي هو العمل الأساسي اللي تقريبا يعتبر مخرجاته لهذه الاتحادات هذا كلها هذا جانب الجانب الثاني ما ممكن يصل إلى الاتحاد يعني وفق القانون هناك قوانين ولواح موجودة وهذه القوانين هي من تحكم العمل الموجود هذا عمل إداري سواء كان في الاتحاد أو في النادي طيب فالعمل الإداري هو أيضا يتجه وفق القانون قانون الأندية وقانون الاتحادات وقانون الأولمبية فكل قانون هو موجود يعني في الحقيقة الكل يفهمه وموجود مثل ما نتكلم عن قانون 18 وقانون 16 وقانون 20 وهذا هو اللي تقريبا يعني محور الحديث اللي تقريبا نتكلم عنه فهذا ذلك ما ممكن أنت اليوم تأتي من الخارج وتدخل وترشح إلى اتحاد معين وهذا واضح طبعا للجانب سيد غالب موضوع آخر مهم يعني نحكي به بالتأكيد المنتخب الوطني وبعد نهايات آسيا تداعيات كل شهوية حول هذا الموضوع وأمس الأول لجة المنتخبات اجتمعت بسيد كتنج مدير الفني لمنتخب الوطني والبارحة كان عنده مؤتمر صحفي أيضا حضرتك كنت حاضر به يعني خليني أسألك كوي على ما تستفهام على لجة المنتخبات سيد غالب صاروا 17 أو 16 عضو لجنة المنتخبات وكأنه أنتو بكل صراحة أقول لك ياها تخجلون وتستحون أن تطلعون أعضاء لجنة السابقين وتجيبون بمكانهم أعضاء جدد وتراعون خبرتهم وأعمارهم وخدمتهم للكرة العراقية على حساب العمل الفني الصحيح وهوايا قالوا وقالوا هاي مولجة منتخبات صارت لجان ترضية لا بالعكس أنت اليوم في كل اللجان الموجودة عليك أن تختار شخصيات مهنية لديها معلومات كبيرة وتمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال فمن تختار أي شخصية موجودة سواء كان في لجنة المنتخبات وكذلك أيضا الاجتماع اللي حصل للجنة المنتخبات بحضور المدرب والخروج أيضا بتوصيات حتى تعرض على المكتب التنفيذي ويتم تطبيقه أنا أصور هذه مهمة جدا فالأشخاص الموجودين أيضا في لجنة المنتخبات هم أشخاص لديهم الخبرة الكبيرة وهذه اللجنة لجنة مهمة تقريبا هي أهم لجنة موجودة في التعاد الكرة وهي لجنة المنتخبات اللي يتابع المنتخبات وبالتحديد المنتخب الوطني والكادر التدريبي والصور يعني كان يعني حضور المدرب وحضور الجانب الإعلامي والمؤتمر الصعب اللي يتكلم به المدرب هذا في الجانب مهم جدا يعني كل أعضاء اللجنة هسا مستمرين بعملهم سيد غالب كل أعضاء اللجنة مستمرين بعملهم كلهم أنتم بحاجة لهم ودورهم فعال سلامات كلهم فعال دورهم فعال وموجود ورح تبقون على هذا العدد الكبير من أعضاء اللجنة المنتخبات يعني 16 أو 15 واحد إذا كل واحد يقول رأيه ويتقاطع مع الله احنا ما نصلي حلول لا هي مو مسألة تقاطع مو مسألة تقاطع وإنما أنت تحتاج الرأي وتحتاج المشورة تمام وبالنتيجة هناك شخصيات مهمة وشخصيات أكاديمية مهمة ولديها خبرة كبيرة وخبرة طويلة أيضا في مجال كرة القدم تمام فأحتاج العدد الموجود وبنفس الوقت قد يكون هذا العدد يعني يخفض بالمستقبل لكن نحتاج إلى شخصيات مرموقة شخصيات مهمة مثل ما نحتاج إلى الجانب الإعلامي نحتاج إلى عدد من الإعلاميين المهمين اللي تقريبا ينقلون الحقيقة بشكل واضح وبشكل كامل أيضا نحتاج إلى خبرة هؤلاء اللي تكلمنا عنهم في لجنة المنتخبات هذا العدد أنا أصور نحتاج إلى عدد أكبر في عملية التطوير اللي نتكلم عنه كرة القدم بالعراق مهمة جدا فمن نحتاج اليوم إذا كان لدينا كادر تدريبي وكادر فني وكادر إداري موجود بالتأكيد رح نحتاج إلى هذه العدد حتى نستطيع من خلاله لنحافظ على هذه المسيرة الرياضية وبنفس الوقت رح نطور اللعبة بالعراق سيد غالب خلص المؤتمر الصحفي لسيد كتنج طلع قال أنا رح أبقي على كل جهازي المساعد والإداري أنا يعني مرتاح معي وياهم ورح أبقيهم وبعدها يعني يبكي بساعة أو ساعتين قرأت تصريح منسوب إلك قال بي إحنا رح نجبر كتنج على تغيير إحداث بعض التغيير بكادر المساعد ما عفظت تصريح صحيح لا أنت مصرحيت شي سيد غالب لا هي مو بطريقة الإجبار احنا نتكلم عن منظومة مهمة جدا هذا جانب الجانب الثاني عملية الاختيار وأيضا الأشخاص الموجودين سواء كان بالكادر المساعد أو المدربين الموجودين من ضمنهم مدرب الحراس مدرب اللياقة كل المعنيين الكادر الطبي هذا طبعا يحتاج أيضا يحتاج إلى مشورة مع المدرب الحقيقة المدرب هو من يمتلك كل هذه التفاصيل عن الكادر لكن عندما يعرض للاتحاد ويعرض للمكتب التنفيذي في عملية الاحتياج ونرى أيضا أنه في عملية التغيير هي عملية تنشيط لمنتخبنا الوطني فلا ضير في عملية التغيير وأيضا إضافة المعنيين شون راح تغيرون إذا هو ما قبل سيد غالب هو ما قبل تغيرون ولا واحد من جهاز المساعد يعني قال مساعدين يريدهم كابتن سردار يبقى المدرب الحراس المرمى يبقى السيد أحمد خلاف يبقى فيعني راح تقعدون معي بعض تحاولون تقنعوه أنه يشيل مدرب يشيل مساعد يعني ما عرف شون راح تقنعوه بالتغيير لا لا هو من السابق ليوانا أن نتكلم عن موضوع في عملية تغيير ولم يكن هناك الحقيقة جلسة مشتركة لاتحاد الكرة كل القرارات الموجودة قرارات محترمة عن طريق اتحاد الكرة وبالنتيجة أن اليوم إذا كان اجتماع للمكتب التنفيذي وتوجد فيه قرارات لعملية التغيير فالتغيير يكون واجب للجميع بالنتيجة أنت اليوم ضمن هذه الأجواء والمكتب التنفيذي موجود فعليك أن تسير بطريقة حتى تستطيع من خلاله من خلال هذه عملية التغيير أن تحدث الحقيقة عملية تطوير وعملية أيضا أن يكون بالمستقبل منتخبنا الوطني راح يكون إلى فدور كبير ورح يكون دوره متميز ونحن الكل نطمح إلى أن نرفع من مستوى منتخبنا الوطني نرفع من مستوى لاعبينه وهذا هو الفكرة الحقيقية التي نتكلم عنها سيد غالب أمر آخر مهم اللجنة التي حضرتكم شكلتها كاتحاد كرة قدم مجلس إدارة بخصوص موضوع سهر اللاعبين صار سبوع عشر تيام وهذه اللجنة معرفة بدأنا نشك أن هذا الموضوع موضوع بتسويف وبمماطلة وأنت تعرف أكثر من عندي كلما الوقت يمشي كلما تصير أكو هواية تداعيات لهذا الموضوع سيد غالب تقصد يعني لجنة موضوع سهر اللاعبين نعم اللجنة المؤلفة من السيد عدنان لفتة وسيد قاسم لزام وسيد محمد فرحان شكلتوا بخصوص لجنة سهر اللاعبين صار إلى عشر تيام تشتغلوا إلى حد لا ما كون نتائج لا لا لجنة محترمة أكيد نختارها الاتحاد أكيد وعليها أن ترفع تقريرها بشكل كامل إلى المكتب التنفيذي حتى يكون فيها قرار نحن اليوم ضمن هذه منظومة الاتحاد وتم تشكيل لجنة يجب أن نحترم قرارات اللجنة التي تم تشكيلها عن طريق الاتحاد فكل المخرجات التي تطرح عن طريق هذه المحترمة شوكي تخلص عملها سيد غالب شوكي تخلص عملها؟ هي تخلص عملها خلال الفترة المحددة ترفع عن طريق لجنة المنتخبات وتعطى إلى الاتحاد إلى الاتحاد للمدة عشر تيام تكمل بشكل كامل شقد الفترة المحددة سيد غالب شهر شهرين ثلاثة لا لا إن شاء الله خلال عشرة وخمسطعش يوم هي تنطي تقريرها بشكل كامل التقرير إحنا بعد الاجتماع اللي راح إن شاء الله راح يكون للاتحاد هو من يقرر خلال هذه الفترة وإحنا مرهونا في عملية اجتماعنا وحصولنا على القرارات اللي صدرت من هذه اللجنة طيب سيد غالب أيضا موضوع آخر يعني مهم موضوع تسمية المدير الفني الأجنبي المقبل لمنتخبات الكرة العراقية مشرفة على الكرة العراقية صار من هذا الموضوع وهل تأخر تسمية مدربي منتخبات الناشئين والأشبال مرتبط بموضوع تسمية المدير الفني جديد للكرة العراقية لا إحنا بحاجة إحنا بحاجة إلى مدير فني للكرة العراقية والنتيجة حتى تستطيع فعلا تطور هذه الكرة بالعراق هذا جانب الثاني عملية تسمية المدربين للناشئين وهذه أيضا الحقيقة لاتحاد ماضي وجمع كل السيفيات في لجنة المنتخبات وهذه بالتحديد هي في لجنة المنتخبات ويأيضا تسمية المدربين شو خلال اجتماع الاتحاد راح يتم تسمية المدربين بعد أن حصلت السيفيات بشكل كامل ودراسة السيفي لكل مدرب وهناك معيارية موجودة وهناك درجة أيضا وضعت ضمن هذه الدرجة لكل مدرب حتى يحصل بشكل واضح ورمي هل أسماعت جديدة دخلت على الترشيحات سيد غالب لله هي نفس الأسماع سيد عليهادي وسيد عبادة محمد نفس الأسماع اللي انعرضت على لجنة المنتخبات وتم قراءة CVات والاطلاع عليها بشكل كامل هي من ترفحها الحقيقة لجنة المنتخبات هي من ترفحها إلى المكتب التنفيذي وبعد ذلك ستحصل ثقة المكتب التنفيذي من خلال التصويت على الأسماء التي تم طرحها مؤخرا إن شاء الله انتشرت صورة استقالة سيد كامل صغير والورقة مشققة ومرجعيها ومرفوضة الاستقالة لا أعرف هذه القصة صحيحة استقالة سيد كامل صغير والورقة مشققيها ورافضين الاستقالة لم تصل أي استقالة لأخكام الصغير للمكتب التنفيذي نحن نحترم هذه الشخصية المهمة في الاتحاد والأخكام الصغير يحظى بالحقيقة اهتمام كبير وبمقبولية كبيرة ضمن الوسط الرياضي وبنفس الوقت ضمن المكتب التنفيذي يعني ماكو ورقة قدمت للاستقالة ماكو ورقة مقدمة للاستقالة أبدا لم تقدم أي ورقة استقالة ونرفض حتى وإن قدمت أي ورقة استقالة نحن نرفض استقالة الأخكام الصغير هذا الشخص محترم وشخصية نزيهة ومحترمة وما ممكن أن يتخلى التحاد القدم عن هذه الشخصيات طيب طلح موضوع فلوس كثنة المتأخرة من 27.1 إلى اليوم موعد دفعها وسؤالي تعرف لي سيد غالب والله سؤالي بريء نحن نخاف من تكرار تجربة زيكو واللي صار بموضوع زيكو وبالتالي يعني تأخر دفع استحقاقات زيكو عليه بعض علامات الاستفهام ياريت اسمحها من حضرتك نعم نعم انطرح يوم أمس من بعض الأخوة الإعلاميين في المؤتمر الصحفي لكن لا يوجد أي تأخير للمبالغ المخصصة للمدرب كاتانيش ولكن هناك في عملية التحويل قد تكون عملية تأخير ولكن العملية تسير بشكل تحويل من 27.1؟ الأمين السر لديه تحويل من 27.1 إلى اليوم مواصل تحويل؟ لا 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 تحويل كامل وواصل وأمين السر لديه المعلومات الكاملة بهذا الخصوص وإذا تحتاجون أيضا زودكم بكل المعلومات الموجودة وعملية التحويل ما ممكن الاتحاد يتأخر في أي مبالغ تخص المدرب لا نستطيع أن نتأخر حتى نستطيع أن نمضي حتى نستطيع أن نعمل بشكل واضح وأنا أصور عملية التأخير إذا كانت فهي عن طريق المصرف نفسه وهذا ما حصل في بداية الأمر هناك إشكالية في عملية التحويل وغسيل الأموال التي تقريبا كانت بالآونة الأخيرة فعملية تحويل المبالغ من مصرف إلى مصرف آخر أنا أصور الأخوة طبعا لديهم المعلومات الكاملة الأمين المالي وأمين السر هم من يمتلكون المعلومات الكاملة في عملية التحويل وهذا العمل مناط بالأخوة الأمين المالي وأمين السر حتى تتم عملية التحويل بشكل كامل أما المكتب التنفيذي يتأخر بهذه الإجراءات لا يوجد أي تأخير للمكتب التنفيذي بهذا الخصوص لكن عملية التأخير حصلت قد تكون في المصارف نفسها أنا أشكرك جزيل الشكر سيد غالب الزامر لعضو اتحاد كرة القدم العراقي على تشريفك أن سعاد صدرك محاور هوايا ومواضيع هوايا وأسئلة كانت حقيقة مثار تساؤل بالشارع الرياضي العراقي ممنون جدا على سعاد صدرك وممنون جدا على حضورك ودائما أنت رائع بتشريفك أنه باللاعب 12 بالشرقية شكرا إلك سيد غالب الزامر على وجودك ويانا اليوم وشكرا لكم أصدقائي المشاهدين على تواجدكم ويانا بحلقة اليوم تظرونا باشر حلقة جدا 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 مهمة بضيف جدا جدا مهم شوفكم باشر إن شاء الله إلى اللقاء